موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب جيل 2006 الجيل الجديد المقبل على الثانوية العام كل عام أنتوا بألف خير بسبب حلول شهر رمضان المبارك اليوم نحن في شهر رمضان اليوم إن شاء الله ستة رمضان يعني الواحد صايم هيك شوي ملامحهم اختلفة ولكن الحفظ لله رب العالمين على نعمة الشهر الفضيل وكل عام أنتوا بخير لأنوا أنتوا كمان مقبلين على سنة جديدة في حياتكم اسمها سنة التوجيه فبدنا نبلش بالدعاء قل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي طلاب الأعزاء الله يرضى عليكم ويرضينا ويرضيكم بإذن الله تعالى اليوم بدنا نبلش مع بعض سلسلة التأسيس سلسلة التأسيس أنا جمعت مادة العاشر مادة الأول ثنوي ومادة التوجيهي الأساسيات في هذولة ثلاث صفوف وحطيتهم عشان أنت تكون جاهز يعني ممكن نحكي أنه هاي الأساسيات هي اللي رح تساعدك تبلش في المنهج على طول وتفهم المنهج على طول وركزت على مادة العاشر والأول ثنوي لأنه هم اللي بكونوا بأهلونا لمادة التوجيهي من حيث الأساسيات طبعا القواعد فيها اختلاف القطع أكيد مختلفة الكلمات أكيد مختلفة ولكن أساسيات اللغة هي بتبلش معانا من الصفوف سابقة اسمي الأستاذ يزن الصالحي كثير منكم بعرفوني بلشت تدريس في سنة 2011 خرجت من الجامعة الأدنية بشهر 6-11-6-2011 بعدها بشهرين كنت متعين وعمالي بدرس فخبرتي أنا في التدريس تقريبا 13 سنة في هاي الفترة تعاملت مع عدد كبير من الطلاب سواء أونلاين سواء وجاهي وعرفت كيف الاستالات المختلفة في التعلم بين كل طالب والتاني كل طالب إلو استاله في التعلم كل طالب أو طالب طبعا إلو استاله في استقبال المعلومات في تخزين المعلومات في فهم المعلومات فعندنا التعلم مختلف من كل طالب للثاني عشان هيك رح أحاول أني أشمل جميع الطبقات الدراسية وجميع كمان وخاطب جميع الوقول في شرحي سواء الآن في التأسيس أو سواء في البطاقة لما نبلش مع بعض على جو أكاديم ولكن التأسيس طبعا أكيد رح يكون مجان ورح يكون على قناتنا على اليوتيوب وكمان بحب أنه أحكي لكم أن دوسية التأسيس جاهزة توزعت على عدد كبير جدا من الطلاب وإذا أنت الدوسية لسه ما وصلتك تواصل معي على رقمي على الواتس ورح أزودك فيها بنسخة PDF وممكن تتصحبها من أي مكتب دوسية ملونة كثير مرتبة فيها كثير شغلات حلوة بتساعدك حتى لو أنت يعني مش بس طالب توجيهي لو أنت كمان طالب أو طالبة سنة أولى جعمعة برضو كمان بتساعدكم فالدوسية إن شاء الله راح تساعدكم راح تريحنا وراح تريحكم وراح تدخلوا على المنهج وإنتوا جاهزين نبلش مع بعض كيف ممكن أنك تدرس معي هلا هو الإشي كبداية هاي كفر الدوسية إعداد الأستاذ عزيزي الصالحي هاي شوي أنا كاتب فيها عن حالي وكاتب إيش درست وشو اشتغلت وشو عملت وشو سويت هلا بعد هيك في عنا إيش في عنا بعد هيك قنواتي على السوشل ميديا على اليوتيوب موجودين على الفيسبوك موجودين على التليجرام موجودين وعلى قروبات الفيسبوك كمان موجودين هلا أهم إشي عشان نعرف نتواصل مع بعض لازم تبعث لي ميسيج على هذا الرقم اللي انت شايفه على الواتساب 0798474682 هذا رقمي تتواصل معاي تحكي لي أنت أي جيل عشان نضيفك على اليقروبات اليقروبات مهمة جدا بنزل عليها أوراق عمل أنا بنزل ريلز اللي هي فيديوهات قصيرة بشكل يومي هاي غير عن الحصص فدائما ببعث الرابط على الإقروبات عشان يفوتوا الطلاب ويحضروا هاي المعلومات يعني بتكون معلومة بدقيقة بس معلومات كثير حلوة وكثير مرتبة على الأغلب على الأغلب إنها بتكون أسئلة وزارية كل سؤالة بأربع علامات مرات بكون عندي معلومة بالإنجليزة بيتفيدك بحطها برضو مهم جدا إنك تشوف هاي الفيديوهات القصيرة يعني في كثير طلاب متابعين هاي الفيديوهات ومبسوطين فيها والحمد لله أمورهم تمام فلازم إنك تتواصل معي على هذا الرقم مهم جدا أنا أو الأدمن رح أرد عليك طبعا في معاي أدمن من طلابي اللي هو من جيل 2003 برضو شغال معاي بالسوشال ميديا بساعدني ولكن الأسئلة الأكاديمية أنا اللي برد عليها فكون متطمن هلا أوراق عمل تسجيل جروبات كل إشيه هو بساعدني بس أي سؤال أكاديمي أنا اللي برد عليه يعني عندك سؤال عندك إشي مش فاهمه عندك إشي بده توضيح تواصل معي ما حد رح يرد عليك غيرك ما حد رح يرد عليك غيري تمام هلا بالنسبة للإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر عن عراء الطلاب في امتحانات السنوات السابقة ممكن إنك تفوت برضو على الإنستغرام هاي الكود عندك هاي الكود الإنستغرام موجودين على الإنستا برضو مننزل عليه شغلات حلوة ريلات إلى آخره وفيه برضو بالستوري شوية معلومات مفيدة وفيه أراء الطلاب في الامتحانات السابقة يعني كل آخر سنة بنزل شو أراء الطلاب في الامتحانات وكيف كانت تجربتهم في الدراسية معي هذا الشغل كثير مهم عشان طبعا أنت تكون متطمن ومرتاح وبدأ أنصحكم نصيحة مهمة جدا قبل ما نبلش في التأسيس شوفوا علي طلابي هاي النصيحة بدي أنصح حكيها لوجه الله تعالى أنت دائما لما بدك تسجل مع معلم بغض النظر وين أو كيف فوت أحضر للمعلم يعني مثلا عندك سين من الناس اسمه قوي جدا في مادة معينة من الشرط أنه تدريسه يناسبك فوتوا أحضر للمعلم أحضر أحضر واحد واثنين وثلاث عجبك الشريح كمل هو أكيد كل المعلمين متميزين وكلهم ما شاء الله عليهم مرائعين ولكن فيه أسلوب أنت بتفهم عليه وبترتاح له فيه أسلوب ما بتفهم عليه وما بترتاح له غيرك ممكن يفهم على هذا الأسلوب ويرتاح له فأنت عشان هيك دائما دائما لا تاخد بنصيحة حدا فوتوا أحضر إذا عجبك الكحول تكحل إذا حسيت أنه أمورك تمام وفاهم ومرتاح نفسيا كمل وبس هذه هي النصيحة الوحيدة عشان هيك بدنا نحكي بسم الله الرحمن الرحيم الآن ونبلش سلسلة التأسيس هذا هو الجزء الأول رح نناقش فيه شغلات كثير مهمة طبعا في عندك كمان أربع فيديوهات رح تنزل ولكن خلينا أول إشي نحضر هذه الدرس نحضر هاي الحصة وبعد هيك نشوف شو بدنا نعمل في الحصص اللي جاي اطبعوا الدوسية وتبعوا معي يلا خططوا معي بسم الله الرحمن الرحيم اللغة الإنجليزية أول إشي لازم نعرف شو هي أقسام الكلام في اللغة الإنجليزية أقسام الكلام أو كل لغة في إلها أقسام كلام بتكونها إيش مكونات هاي اللغة أول إشي في عندك الأسماء ورح نعرفهم معدود وغير معدود ونفصلهم تفصيل كامل ولكن تعالوا ناخد فكرة عامة الأسماء في اللغة الإنجليزية الضمائر وبرضو نفس الإشي رح يكون لهم حصة منفصلة عشان نعرف شو هم الضمائر ضمائر الفاعل ورح نفصلهم تفصيل كامل الأفعال ما هو الفاعل الفاعل هي الكلمة التي تدل على النشاط داخل الجملة يعني الكلمة اللي بتعطينا الأكشن داخل الجملة يعني إذا مسكت الجملة والجملة هي راس مالنا في اللغة الجملة صديقة العزيزة الجملة هي بدون فعل ما بتسوى ولا أي شيء ما بتعرف عنها إشي ولا بتفهم إشي اللي مطلوب كل جملة لازم إنها تحتوي على فعل ودائما بحكي للطلابي العمود الفقري للجملة هو الفعل ما عمرك شفت بني آدم بمشي بدون عمود فقري ولا عمرك رح تشوف جملة لها معنى بدون فعل باختصار الأفعال أفعال عادية في عنا أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة رح نشرحها بالتفصيل الصفات ماذا تصف الصفات؟ الصفات تصف الإسم ممكن أجي أحكي لك هو رجل شجاع الصفات تصف الأسماء بتعدل الأسماء وتعطيها معنى اللي هي الحال أو الظرف الظرف ماذا يفعل؟ الظرف يصف الفعل ويصف الصفة ممكن أجي أحكي لك بشكل صحيح بشكل بطيء بشكل ناجح ممكن أحكي لك أنا ركضت بسرعة هنا وصفة الفعل ممكن أحكي لك هي كثير مؤدبة وهنا وصفة الصفة بشكل سعيد أحرف الجر وتساعدنا بفهم الكلمات وتربط كمان تعمل تماسك بالجملة in, on, at, of, to, from, above كلياتها with كلياتها أشكال على أحرف الجر الكونجنكشنز تربط الأفكار في بعض and but لكن, or, or, so لذلك yet لحد الآن تربط الأفكار في بعض هنا منربط الكلمات مع بعض the car مثلا in the parking lot السيارة في الكاراج اللي هو في المصف رحونا in كانت في فمنربط إحنا إيش الكلمات في بعض منربط الأفكار في بعض نعمل تماسك في الجملة the articles أدوات التعريف ومنعرف the 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 الاسم الجمع والمفرد بس لازم يكون محدد the 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 m a a a a a a an a a a a a a اللي هي أحرف العلة اللي هي A و I و O و U و E خمس أحرف أحرف علة أحرف العلة إذا بلشت الكلمة بحرف علة الاسم المفرد لازم أنه يعرف بان طب إذا الاسم المفرد كان ما ببلش بحرف علة وهي ما تبقى من الأحرف وهو يسمى الحرف الساكن أو الحرف الصامت وفي الإنجليزي اسمه الكونسننت فهذا يسمى حرف صامت ويعرف بإيه أبوي أكرار إلى آخري طب أستاذ أنت حكيت لنا كلمة أن أور أن أور بتبلش بإتش وإتش مش من خذول الأحرف صحيح ولكن أن أور اللفظ تبعها أن أور أ أ أ أور زي هاي فهاي كانت كمان تعتبر من الحروف أو من الكلمات التعرف بأم نكمل اللي بعده وهي هيك إيش تعرف عام ولكن في بعض المواضيع لازم أنه ناخدها بشكل تبصيلي في الدروس اللي جاي سنتنس فانكشنز الجملة من حيث الناحية الوظيفية بدك تفهم اللغة أفهم الجملة بدك تعرف افهم الجملة بدك ت ebeno بدك تفهم القطعة افهم الجملة الجملة لازم انك تفهمها أنا بالنسبة لي صديقي اللغوية أو صديقة اللغوية هي الجمل الجمل يا أخوان كثير مهمة إذا أنت فهمت الجملة انت فهمت كثير شغلات وفي فكرة كثير منكم ما بعرفوش شو تراكيب الجمل مع هذا التأسيس مبني من خلال خبرتي في التعامل مع الطلاب انت لما يعني بتدرس الطالب ما انت شايف في شغلات كثير فاضية عنده فيها فراغات اذا كانت معبعي بعدين دخلنا على المنهج راح نجيب على معالي سهل الموضوع انت مثلا لما تيجي بدك تبني تعالوا احكي لكم على هالشغلة في علم الاراضي انا مش تاجر اراضي يعني بس منعرف شغلات عامة اذا انت اشتريت ارض ارض صخرية راح تعرف تبني عليها بسهولة اذا اشتريت ارض ترابية الارض الترابية بدك لسه احطفر اساسات وتحط وخرسانة لاخر طب تعالوا انا وياكم نفترض انه احنا عنا اساس قوي الارض الصخرية ندخل على المنهج طب تعالوا نفترض انه احنا لسه اساسنا مش قوي لسه بدنا نأسس وصب خرسانة ومش عارف ايش والحكيات فعشان هيك التأسيس والله مهم والله انه مهم تعالوا نكمل مع بعض انواع الجمل من حيث بالناحية الوظيفية في عندك الجملة الخبرية يعني جملة بتخبرنا عن معلومة بيجي بحكي لك يزن is a good basketball player يزن هو لاعب كرة سلق جيد ما شاء الله عليه جملة ذات فكرة واحدة اخبرتنا انه عن فكرة بحكي لك هو استاذ كويس برضو كمان جملة اخبرتنا عن معلومة فهاي اسمها جملة خبرية وتسمى باللغة الانجليزية declarative sentence طيب الجملة الثانية اللي هي interrogative sentence الجملة الاستفهامية شو هي الجملة الاستفهامية الجملة الاستفهامية الجملة الاستفهامية اللي بتخلص بعلامة سؤال اللي بتخلص بعلامة سؤال مثلا اجي احكي لك هل انت شاهدت الفيلم اجي احكي لك مين هذاك الولد اللي عماله بلعب بالساحة وكلمة يارد مطلوبة معاكم في المنهج اللي معناها الساحة فعندك الجملة الاستفهامية اللي بتسأل انت فيها حضرة جنابك عن معلومة وبتخلص في هذه الجملة الاستفهامية طبعا بتبلش بأداة سؤال ورح ناخد أدوات السؤال اللي هم ال WH و أدوات السؤال وكيف نصيغ سؤال رح أعطيكم عندك الامبراتف سنتنس اللي هي الجملة الأمرية انت باعد لفطور لما تحكي لأخوك الصغير جيب لي مي هاي الجملة نوحة في اللغة جملة أمرية انت أعطيته أوردر أعطيته أمر انه يجيب مي أمثلا اعطي لي جيب لي كاسة مي لا تفتح الباب بكفة لعبة فدائما انت عم تعطي أمر عم تعطي أوردر هذا اسمه والنوع الأخير من الجمل الجملة التعجبية اللي بتبين انك في حال الذهول انه لما أحكي لك ما تفتح البوكيه أو حال التعجب تنتهي باشي اسمه اكسكليميشن مارك و الاكسكليميشن مارك دائما راح يجي وراها كابيتل لتر زي ما الكوستشن لا الكوستشن لا بدي يجي وراها جواب بس هو أكيد راح يجي بردو كابيتل لتر زي ما كمان الكابتال لازم تيجي وراء الاكسكليميشن مارك هاي الشغلات الصغيرة هاي الشغلات الصغيرة لازم انك تكون عارفها لان احنا مطلوب منها اشي اسمه رايتينج سكلز مهارات كتابية ووزنها في الوزارة تمن علامات فهاي برضو بدنا ننتبه لهاي الشغلات طبعا هاي من ضمن المنهجم ناخدها ناخدها بشكل متوسع كل اشارة او كل علامة شو بيجي وراها كل يعني علامة ترقيم شو بيجي وراها فهاي راح ناخدها ان شاء الله من ضمن المنهج نيجي على الجملة الجملة في اللغة الانجليزية ماذا تتكون ما هو الهيكل العظمي او التنظيمي للجملة الانجليزية ما هو الاناتومي اللي هو ايش تشريح الجملة ثانو نيجي نشرح الجملة مع بعض عندك اول اشي في بداية الجملة بدي يكون عندنا فاعل في اغلب الاحيان سبجكت فاعل والفاعل بدي يكون يا اما اسم يا اما ضمير يا اما ناون يا اما برونان يا اما احمد يا اما هي بعدين بدي يكون عندك ذيرب والذيرب بدي يكون يا اما helping ذيرب يا اما main verb يا اما فاعل مساعد يا اما فاعل رئيسي طيب اول اشي الفاعل رح اعطيك اياه بحصة منفصلة تفهم ايش هو الاسم وايش هو الضمير ايش هو الناون وايش هو البروناون تمام اللي هو نمائر الفاعل فما تخف الفعل ايش هو الفعل المساعد وايش هو الفعل الرئيسي برضو رح اعطيك اياه بحصة منفصلة لانه مهم جدا فما تخف احنا بس هيك عم ناخد المداخل المداخل العام فعندك في الجملة subject زائد verb بعدين رح يجي عندك object اللي هو المفعول ممكن كمان يجي عندك adjective اللي هي الصفة ممكن كمان يجي عندك adverb اللي هو الحال وممكن كمان يجي عندك prepositional phrase اللي هو الجملة او المقطع اللي مبلش بعد حرط جرق فعندك هاي الاربع شغلات بتيجي بعد الفعل فعندك subject زائد verb زائد اربع شغلات ممكن انه تيجي بعديها ناخد مثال مثال على كل واحد يعد subject verb زائد object ممكن احتي لك i مثلا روت على تر أنا كتبت رسالة أنا كتبت رسالة subject verb object اي روتت انا كتبتها اذا بدي اكمل بعديها فهونا صاندك سبجيكت زائد ايش زائد ضمير طبعا فيه شغلة بدي ارجع احكي لك اياها على السريع وين هو الادوسية هيها الابجيكت على سبيل المثال هيا خلينا نحكيها بسرعة الابجيكت ممكن انه يكون اسم وممكن انه يكون ضمير فالابجيكت يعني لما تاخدوا معايا الاشتقاق اللي هو عليه 16 علامة راح تشوف انه الابجيكت ممكن يكون اسم وممكن يكون ضمير بس في الاشتقاق هو دائما اسم اما في اسئلة القطع فبيجي عندك اسم عفوا بيجي عندك اسم وبيجي عندك ضمير فاحنا راح نشوف يعني راح نتفرج على هاي الشغلات راح نعرف كيف نميز بينهم هاي شوي شوي مع الخبرة لما يحكي لك اي روتت اي لتر بوكي تحكي اي روتت فالت هي راجع على اللتر بس بتتيجي في الجملة اللي بعدها عشان احنا نكون عارفين عن ايش ام نحكي طيب هلا بتيش اشوشك نتفن اي روتت اي لتر سبجيكت فيرب اوبجيكت هاي منتفقين عليها اجي احكي لك مثلا سبجيكت فيرب والله بدي احط لك بعديها صفة اجي احكي لك شي هي ذكية هي شو معلها هي ذكية بس خلينا ازبط التي لانها عامل زي الشرع شي از سمارت شي الفاعل از الفاعل وسمارت اللي هي صفة ومعناها ذكية طب لو اجيت اعطيتك كمان نوع حكيت لك سبجيكت فيرب بعدين ادفرب فاعل فاعل بعدين حال اجيت حكيت لك كالتالي اي سبيك فلونتلي انا اتحدث بطلاقة اي سبيك فلونتلي اي سبيك فلونتلي انا اتحدث بطلاقة وممكن كمان اجي احكي لك اي سبيك انجلش فلونتلي اطول الجملة شوي اخليها سبجيكت ذيرب اوبجيكت بعدين ادفرب عادي جدا بصير هيك وبيصير هيك طيب على البريبوزيشن الفريز اللي هو مقطع حرف الجر ممكن اجي احكي لك على سبيل المثال احنا مكفنا في المنزل سبجيكت فيرب وان ذا هاوس هي المقطع حرف الجر او البريبوزيشن الفريز فهي عندك اربع انواع من الجمل عشان تفهم اللغة الانجليزية الاساس انك تفهم الجملة طلاب العلمي كثير من طلاب العلمي بيحكي لك انا شاطر في الانجليزي انا بعرف احكي انجليزي انا بعرف احكي مصطلحات على راس وعين برضو التأسيس مهم لك لازم انك تدرس مع استاذي تابعك انت كطالب علمي مفروض انك تفلل في اللغة الانجليزية وكطالب ادبي اذا بتبلش من البداية مع الخيار الصح مع الاستاذ لان انت فاهم عليه برضو راح تجيب علامة عالي جدا ممكن كمان انك تفلل اليامة طلاب ادبي فللت في الواقع في عندك طلاب ادبي بفللوا اكثر من طلاب العلمي ليش؟ لان طلاب الادبي بيأخذ الانجليزي على محمل الجد اكثر طالب العلمي كيف بيقولك بيقولك انا بأخذ رياضيات وفيزيو كيميا ايش هو الانجليزي؟ والله العظيم اني انا لاحظها الشغلة هاي وانا ملاحظها من زمان يعني بس يعني اتوفقت مع جيل الالفين واربعة مع نهاية جيل الالفين واربعة كلكم رح تصيرو تحطو علاماتكم على الفيسبوك عشان شوفوها اهليكم عشان عفوا لشوفوها أولاد عامكم الاهالي رح شوفو في البيت بس عشان يعني الاقارب والاصحاب والااخير وتدفخروا به علاماتكم وحضا حق مشروع طالب العلمي رح تشوفو عالي في كل شيء الا في الانجليزي مئة واربين مئة وخمس واربعين مئة وخمسين مئة وستين طب هي مئة وستين من متين هي علامة يعني فرح تشوف أنه كل شيء عنده مرتفع إلا الإنجليزي وهذه مشكلة كثير كبيرة فإحنا لازم ناخد الإنجليزي على محمل الجد الإنجليش مش بس أنه أنت بتعرف لي كلمتين أو أنه أنت يعني شاطر بالكتاب لا في عندك مطبات في عندك أسئلة القواعد في إلعام داخل في إلعام خارج في عندك مطبات الأسئلة الوزاري في عندك كثير شغلات لازم أنك تعرفها فلازم أنه أنت كطالب علمي تلتزم في المادة زيها زي أي مادة وما تحكي لي أنا علمي متين مفروض أدبي برضو متين مفروض الإنجليزي مادة مهمة جدا مهمة جدا جدا والإنجليش عبارة عن بحر مبني على كثير قصص وعلى كثير تراكمات عشان هيك جبنا لكم التأسيس وعشان هيك أنا بعرف شو بعطي الطالب في الحصة بعطيه المعلومة اللي بتفيده اللي بتخليه يجيب علامة اللي بعرف كيف أنه يطلع من الامتهان يحكي الحمد لله أنا عموري تمام لا أنا خايف لا من اشتقاق ولا من أزمنة ولا من حكي فاضي كل إشي في المنهج فيه إلو حل الإنجليزي من أهم المواد من أحلى المواد مواضيعها أنا شخصيا درست الإنجليزي عن قناعة وحب واستمرت هذا الحب وهذا القناعة استمر معاي وإن شاء الله رح يستمر للأبد وإن شاء الله أنه كمان أحببكم في المات هاي أربع جمل حلوين غفاف الطاف تعالوا نشوف زيهم كمان جمل مكتوبين تعالوا نشوفكم لا 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 هذا انتحان الوزارة مش إلكم 2005 يشيتوا جسا بكي طيب تعالوا نشوفهم مكتوبين يلا ناخد أنا وياكم أكم من حالي جملة مكوّر من فاعل زائد فعل يزن ووكس يزن سلبت ها ها هاي فيها لنا دائما فعل اللي بعده سبجكت فيرب أوبجكت يلا شو مكتوب عنها مكتوب نايا بليز ذا بيانو زي ذا بليز تشيس تعزف وهنا يلعب تمام تمام سبجكت فيرب مع أجكتب هي إز هانسم هو والله لي هو تمام طب سبجكت فيرب مع أبجكت مع أدفرب هاي جملة مكتملة العناصر جملة مكتملة العناصر فمنحكي إنه فاعل فاعل مفعول زائد حال I ate the cheeseburger slowly I ate the cheeseburger slowly هاي الجملة لازم إني أحكي شو حكايتها معي هاي الجملة يا جماعة الخير دائما أنا كل ما أحكيها لازم ما عليش تحملوا لي بإنني أحكيها الحكاية على السريع أنا أكلت البرجر شوي شوي هذا أيام الدراسة في بريطانيا أنا خلصت ماجستير من بريطانيا فيه شاب صاحبي تعرفت عليه كان موجود هو عربي وموجود كان هناك في بريطانيا من قبل فحكينا أنا وياه حكيت له أنت مرة بتعزمني مرة أنا بعزمك فهو مرة أعزمني تمام ومرة سافرت أنا وياه على مدينة غير المدينة اللي احنا عايشين فيها فحكيت خليني أعزم واختار مطعم برغر فأنا ايش يا غافل إليك الله وروح يتعادي وفكر أنه زي وزي هالأسعار الطبيعية طلع سعر البرغر عنده 17 باوند أيامها يعني بال2012 كان الجنيل ستريني الباوند يعني ما يعادل أردني دينار و20 قرش فكان حبة برغر سارها يريب إلى 20 دينار 22 دينار 21 دينار تقريبا كيف ديها كلها يعني كيف أبسكها أصلا وعنا سخنان وحالتي فأصرت أأكل شوي شوي منه بديش إياها تخلص ويروحها الـ 21 دينار ومنه يعني غالي والله غالي تنهضمش معاي فبيحكي لي ما لك عمالك بتأكل شوي شوي سلامتك بس هيك أنا باعب أحب أكل نتفل نتفل فأنا حكيت هاي الجملة I ate the cheeseburger أسلولي أنا أكلت the cheeseburger شوي شوي وهي حكاية هاي الجملة معاي وبس هيك بكفي للتأسيس اليوم هيك حصة خفيفة لطيفة تعرفنا فيها على بعض تعرفنا فيها بعض تعرفنا على الجملة تعرفنا على أقسام الكلام تعرفنا على شغلات حلوة الحصة تجاء إن شاء الله رح نبلش بالفعل وبعديها بالفعل ونكمل ما تبقى تواصلوا معاي عشان الدوسية تواصلوا معاي عشان جروبات الواتساب الله يعطيكم ألف عافية بشوفكم على خير أخوكم إن شاء الله أستاذ يزن الصالحي سلام عليكم اشتركوا في القناة